اشتركوا في القناة وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفب الاسخير وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام السيد علي بن محمد الهاجري بحضور عائلة الهاجري بتقديم كأس فطيس الهاجري إلى مساعد المضمر الفائز اسحاق مراد فيما قام السيد عمار البوستر الرئيس التنفيذي لشركة هاوسمي وضيوف الشركة بتقديم كؤوس هاوسمي إلى الفائزين حيث قدم كؤوس الأشواط الثالث والرابع والسادس إلى المالك الفائز اسمه شيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وكأس الشوط الثاني إلى المالك الفائز سامي عبدالله ناس وكأس الشوط الخامس إلى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر وكأس الشوط السابع إلى هادي إبراهيم العفو وكأس الشوط الثامن إلى هنري موساد وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة